اشتركوا في القناة 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 من اللي يرفضه او يقبله مجلس القادم انتهى الاشكال هذا مكرر هذا محادثة سابقة صار في واحدة ثمانين لكن ما صارت مشاكل قسمت المجتمع فالسؤال من هو اللي سوى المشاكل صدور المرسوم ولا تبعات صدور المرسوم قد الله اثنين صدور المرسوم صدور المرسوم يقولون انه هو اللي قسم يعني خلينا انا هنا يستحضر كلام النائب الفاضل السابق عبدالله الرومي تحديداً علق على هذا الموضوع اين هي حالة الضرورة التي استدعت الى اصدار مرسوم الصوت الواحد ما حدث يعتبر اغتصاباً لسلطة المجلس المادة 102 من الدستور تطرقت الى انه في حال عدم امكانية التعاون مع رئيس الوزراء فان الشعب والناخب هما الحكم اليوم تم اغتصاب حرية الناخب ماكو هالحاجة لان سادة عبدالله الرومي يقولون من الطرف اللي ما يأيد المرسوم عدل طيب الطرف اللي يأيد المرسوم يقول بان هذا حق سيادي ما احد يناقشك فيه انت كمجلس امة اذا صدر المرسوم اتي بعد ذلك تحاسبني مو قبل صدورة يعني عن سبيل المثال يهي مجلس الامة طلع قانون بحق المرأة السياسي اكون مجموعة قانون بعد ما تقول مرسوم مجموعة من الكويتين ضده مجموعة من الكويتين معه ولكن القانون صدر بعد ذلك تبتغير القانون تعالوا يا الاكثرية اذا عندكم رأي مخالف في مجلس قادم وسوّد بالولاة المتحدة الامريكية عندهم نفس الشغلة الرئيس الامريكي يستطيع ان يشن حرب لمدة ستين يوم بدون اذن من الكونجرس بعد حرب مو بعد مرسوم عادي بعد ستين يوم اي المجلس يقول له انت قلطان او صواب الحاكم في اي دولة ديمقراطية اذا لا مو موجود مجلس محلول المجلس لازم انه ياخذ قرار وهذا قرار مصيري الحاكم ذاك اليوم الامير شاف بان عودة الاقلبية المبطلة راح يسبب نفس التوتر راح يسبب نفس المشكلة الحل في رأيه انه يصير صوت ويبين بعد ذلك افرازات يديدة طيب هذا الراي تعالوا انتو ارفضوا لو المعارضة المبطلة حكيمة تدخل الانتخابات ويفوزون 35 يسقطون المرسوم طيب جريد الطليعة في يونيو 2006 انشرت مضابط جلسة مجلس الواحد وثمانين كانت تتعلق في موضوع تعديل الدوائر هذا اقتباس كلامك في ذلك الوقت الملاحظة الاولى والكلام حق الدكتور عبد المحسن جمال الملاحظة الاولى على هذا المرسوم بقانون انه كان من المفروض لا يصدر للانتخابات الماضية انما كان من المفروض ان الانتخابات الماضية تجري على اساس القانون السابق ويأتي مجلس الامة ويتولى تعديل قانون الانتخاب ولكن اتصور ان الحكومة كان لها غرض معين من تعديل هذا القانون وعلى اساسه صدر قبل عودة الحياة النيابية هذا المرسوم بقانون صدر من حكومة لمآرب معينة ولمنع بعض الاشخاص من الوصول الى المجلس ويجب على الاخوة النواب ان ينتبهوا الى هذه النقطة يجب ان نرجع للقانون القديم واذا كان يحتاج الى تعديل فمجلس الامة الحالي هو الذي بيده التعديل تفس الكلام اللي قاعدين يقولون الان المعارضة كمل كمل وصوت ضده صوتنا احنا 12 نائب ضده بس ماينا في الانتخابات وقلنا احنا راح نقاطع الانتخابات ونقعد في بيوتنا ونزعل لان الامير الله يرحمه يا من شيخ يابر غير الدوار الانتخابية قلنا بان من حق يقير الدوار الانتخابية معا نحنا ضد ونجحنا في الانتخابات وصوتنا ضد هذا اللي قاعد اقول لك انا لاداء السياسي انك انت الامير يمارس صلاحياته وفقا للدستور انتو كمجلس مارسوا صلاحياتكم بالدستور بالسياسة ما فيها زعل يهال مو انا والله هذا الشغل ازعل منها قاعد في البيت ماكوها الحكي هذا صار زعل يهال بعض يعني زعل كبار يهال خب يزعلون زعل كبار يعني انا لما ازعل الان كاغلبية يعني لخصت العملية كلها كانها زعل موضوع المرسوم احدث انشقاق واسع ونغب التشارع مجرد زعل يعني تتبرد تدري ليش ما نزلوا السؤال السياسي انا اسألك ليش ما نزلوا ليش ما نزلوا لانه ما راح يبوني النسبة هذي ما راح يبوني الاكثرية يمكن عندهم نفس المخاوف اللي انت ذكرته فيه كلام انا انا متقلتها ان الحكومة لها مآرب معينة لمعنى بعض الاشخاص بالمسوم قلتها الكلام قلتها في ساحة الارادة الكلام ولا قلتها في مجلس الامة مجلس الامة واحد ثمانين اللي ايه على اي اساس؟ على اساس المرسوم هذا الكلام اللي قلتها هو الكلام الدستوري كان المفترض على الاقلبية ايون الى مجلس 2012 الحالي ويقولونه اكثر من هذا انا اقول لك لما صاحب السمو استدعى حسب المشاورات التغليدية الدستورية رؤساء مجالس الامة السابقين من ضمن اللي يجب ان يستدعى اللي هو السادح من السعدون ليش ما راح؟ اصرح في ذلك الوقت انه كان خارج الكويت خارج الكويت سياسيا؟ ما ادري انا ما راح ادخل انا بعد ما ادخل معاك فكان المفترض انه اني في المجلس نبطلة ولا معناتش حقه ناخل الدستور اذا احنا دولة غير ديمقراطية دولة غير دستورية ما صار التزام من قبل اغلبية المبطلة بالدستور في التعاطي مع هذا الموضوع؟ باعتقادك؟ يا حبيبي ذاك الواحد الثمانين منه كان ميانه؟ احمد السعدون لم كان في واحد الثمانين؟ ليش دخل الانتخابات؟ مشاري العنجري لم كان في واحد الثمانين؟ صالح الفضالة ما كان؟ سيد عدنا عبدالصمد ما كان؟ ناصر الصرخو ما كان؟ حمود الرومي ما كان؟ عيسى الشاهين؟ اللي هم من الحركة الدستورية ما كانوا؟ يا جماعة شي اللي حدا مما بدأ؟ كلهم ادخلوا في الانتخابات بمرسوم واستاذ احمد السعدون صار نائب رئيس مجلس الامة واحد الثمانين بمرسوم شي اللي تغير اليوم؟ اللي تغير انه عرفوا بانه ما راح يبون اغلبية عرفوا انه حسب الحسبة اللي عنده فهم بالانتخابات كانوا بالصوت الواحد يبون تسع عشرة بالصوتين كانوا يبون ثمان تعش بالاربع صوات يبون الخمس وثلاثين صاحب السمو ذاك اليوم ما يبين الخمس وثلاثين ترجع هذا اللعبة سياسية الان في البرلمان البريطاني اي مثل كاميرون يفوز بس مو فايز بالاكترية يتحالف معه حزب الاحرار يشكل اغلبية بعد سنة المفروض يستمر اربع سنين بعد سنة يشوف بانه مزاج الناخب البريطاني معه يحل المجلس ويدخل في انتخابات مبكرة هاي لعبة سياسية شو المشكلة؟ انا ما ابي هذا المجلس اقوم احل المجلس وادخل في انتخابات مبكرة هناك اعتراض على هالجزئية ان انا ما ابي هذا المجلس وبالتالي هذا حق لك ان انت يعني في اي وقت ممكن تلجأ في السلطة الى حل المجلس الذي لا يأتي على هواها وهذا الجيم السياسي والعكس بالعكس البعض اعتبره انه اعمل لعبة اعطيك انا على العكس في مجلس الاول لما شكل شيخ صباح السالم الله يرحمه حكومة الاغلبية في ذاك المجلس الاولاني ثلاثة وستين اربعة وستين ما يبونها الحكومة سووا ما دخلوا الجلسات جلسة جلسة ثلاثة اربع اضطر شيخ عبدالله السالم الله يرحمه يحل الحكومة وشكل الحكومة يديدة ديش الايام مع النكبارية ما كانوا عندهم يعني اساتذة جامعة ولا بالدستور بس عندهم فهم سياسي احنا كاغلبية ما نبيها الحكومة قاطعناها احنا مارسناها اكثر من مرة احنا مارسناها اكثر من مرة ان ساعات ما نبي الجلسة تعقد ما كنا نحضر انا اذكر احنا مجموع من النواب حين نسيت الموضوع طلعنا من الجلسة احتجاجا على ما كان يجر في الجلسة وسوينا مؤتمر صحفي خارج الجلسة اللعبة السياسية يا ابو عمار موجودة في كل الانظمة الديمقراطية ما فيها اي اشكالية ما فيها اي عيب هذا اللعبة السياسية تتحمل اللعبة السياسية تخلها ما تتحمل يقعد في البيت كذل ما سوى والان فبالتالي انت تعتبرها مجرد لعبة سياسية او مو لعبة سياسية خلأ اسميها عمل سياسي عمل سياسي طيب المجلس الحالي اذا نبي يعني انا بعض الشيء رح يرجع الى المشهد المقبل بعد المرتقب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية لكن خلينا نتكلم في البداية عن المجلس الحالي المجلس الحالي الان البعض قاعد يوجه سهام نقده ان مجلس لم يكن بمستوى الطموح البعض قاعد يقول انه يعني تهون احنا في بداية المشوار دكتور عبد المحسن جمال بعد مرور الاسابيع المعدودة على عمر هذا المجلس كيف تقيم؟ طبعا اول شيء باختصار كل من له راية كل من له راية هذا صحي المجلس الحالي لما اقيمه سياسيا لازم اعرف شلون صار المجلس الحالي المجلس الحالي بعد حل دستوري من المحكمة الدستورية لأول مرة في الكويت المجلس الحالي صار بعد تغيير القانون بمرسوم قانون المجلس الحالي المجلس الحالي بعد مقاطعة المعارضة في ولد هذا المجلس الجديد اللي برموز جديدة بشخصيات جديدة اغلبه شخصيات جديدة على الاقل تعطيه سنة على الاقل عمل سياسي تعطيه سنة بعد ذلك المجلس الحالي انا اتصور في وايد ايجابيات اول مرة يستلم ثقير السن المجلس الاستاذ علي الراشد مع احترامنا للأقاب اسقر رئيس في مجالس الامة السابقة تعناته انه بدأوا الشباب يوصلون الى المجلس المجلس الحالي لأول مرة تترأس الجلسات امرأة ما صار في المجالس حتى في منطقة الخليج كلها لأول مرة حينتونا في المملكة العربة السعودية ثلاثين عضوه مجلس الشورى آباء هاي قاعد تترأس المجلس الحالي انا اتصور بانه بالفعل اول ما قام فيه الرئيس قام في زيارات لدول الخليج بسرعة خلال ثلاثة سابقة هذه رسالة طيبة الى دول الخليج من الكويت احنا الان قاعدين نشوف عمل سياسي جديد قاعد ينطرح باسلوب جديد قاعد ينطرح يا جماعة خلونا نجرد ما شو المشكلة البعض يرد على هذه الايجابيات اللي قاعد تتفضل فيها دكتور عبدالن حسن الجمال ويراها مجرد قشور انه لما نكون رئيس مجلس الامة مع كامل احترام والتقدير مجرد عمره صغير او انه تتولى ادارة جلسة مجلس الامة امرأة بعض يقول ان هذا المجلس في النهاية هو مجلس خاضع بين قوسين الى الحكومة بحسب تعبير بعض اعضاء المجلس الحالي نفسهم اللي قالوا ان هذا المجلس في جيب الحكومة استاذ عمار في العمل السياسي لك حق تنتقد كما تشاء بس الواقع واقع لما اني في الواقع المتحدة الامريكية وينتخب اوباما كرئيس لاول مرة من اقلية سوداء هذا يعتبر بعض شيء قشري لما اني مثلا تاتشر الصير المرأة الحديدية في بريطانيا وساهمت في تحرير الكويت نقول شيء قشري لما اي جون ميجر كاسقر رئيس وزراء في بريطانيا ويصير شيء قشري اذا تشذي الحياة كلها قشور اما احنا كمراقبين سياسيين كمحللين سياسيين اي شغلة صغيرة تأخذها وتبني عليها ترى كثير من الامور احيانا نصير مصادفة تبني الحياة كلها الجاذبية الارضية شون اخترعت ريال قاعد تحت التفاحة بطاحت ما بيعد خلا بالجاذبية ولا بالتفاحة بس ابي اسألك انت حكمت على الرغم من انك ذكرت قبل شوية انه لازم نعطيهم احنا سنة المجلس الحالي لكنك اصدرت حكم سريع جدا على المجلس وشبهت المجلس الحالي ببعض ممارساته في المجلس السابق لكن راح اسمع منك التعليق على هذا السؤال على المنصة بعد الفاصل خلكم معنا موسيقى 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 تور قبل الفاصل بدأنا نتكلم عن تقييبك لعداء المجلس الحالي سرية جعلت الناس يترحمون على المجلس المطل السابق الذي وضع حدا للجلسات السرية لغة الحوار غير الديمقراطي الذي تم بين عضاء المجلس والمهاوش التشابه في الاداء السياسي لبعض نواب المجالس الأخيرة يوضح ان اسلوب المعارضة والموالات اسلوب واضح هذا ما في نوع من التراجع عن كلامك ايضا في مقالة سابقة ذكرت فيها او عنوان تحت المجلس والبداية الطيبة هي ايبلك ايجابياته وايبك سلبياته هذه هاي مثل ما تقول لمحات بالطريج بس بعد سنة تقدر تقعد وتفرش الفرشة القيمية او لا لكن 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 في النهاية انت تقر ان هناك بعض السلبيات التي شابت عمل المجلس الحالي اثناء الطريق اثناء اللعبة برشلونة مثلا المدريد شوف بعض اللمحات الفنية بس النتيجة متى تصير لا اسويك رياض الليلة متى بالاخير مانشستر يفوز بالدوري لما تنتهي المباريات فالحين احنا اثناء المباراة تشوف بعض اللمحات الفنية طبعا هذا المثال قد يزعل البعض لانا وان كنت ارى يعني لا افقه بالكرة لكن البعض يقول ان المجلس الحالي لا يمكن لا يرقى لمستوى برشلونة او بيار المدريد مانشستر مادر الفرق اللي انت ذكرتها قبل مشوية لان انا ما اعرفها طيب خليني انا هنا استحضر بعض التعليقات لبعض النواب الحاليين في هذا المجلس اللي هم قاعد يقيمون انا ما رح يبلك النواب المقاطعين النواب صادق المقاطعين النواب الحالي اللي هم قاعد يقيمون مجلسهم الحالي وهذا كلام لنائب الفاضل فيصل ادويسان لمن قال بان مجلسنا يشمخ اقول له مجلسنا لا يهش ولا ينش ولا حتى يدلدق تعليقك تعليقي هذا رأيه واذا اهو مو عاجب يعني حسات فيصل او غيره فعندنا سوابق المعارضة السياسية استغالت من المجلس في المجلس الاول رئيس المجلس اللي هو الله يرحمه عبدالعزيز الصقر ومجموعة من النواب ثمانية قدموا استغالتهم لما شافوا في رأيهم طبعا ان المجلس لا يهش ولا ينش واخر انت انتظر ان المجلس الحالي يهش ولا ينش ايه هذا المجلس الحالي ايه حتى الان انت حين عزيز احنا اتفقنا بانه الان احنا نحط لمحات للتقييم ايه بعد سنة ما نقدر الحين نقيم لكن في مؤشرات خلينا ناخد احنا مؤشر واحد موضوع الاستجوابات موضوع الاستجوابات البعض الان قاعد يستدل على موضوع تأجيل الاستجوابات بانه مصداق لمن قال بان هذا المجلس لا يهش ولا ينش شوف الاستجوابات من حق اي نائب وهذه يعني شقة في الدستور الكويتي انا الصور لازم تتعدل نائب واحد يستطيع ان يستجوب 16 وزير بما فيهم رئيس الحكومة في يوم واحد واذا استجوب فكل جد واللعمان لازم يوقف ونبدي في الاستجوابات هاي طبعا شغلة غير طبيعية اكتشفوا الان مو ترحين من سابقين من ايام احمد السعدون لما كان رئيس بان الاستجواب اذا قدم والاغلبية كلها مو معاجبة الاستجواب تقدر تأخرى الى سنة و سنتين و الى اخر عمر المجلس وصار مو اول مرة يصير فان اي واحد يقدم استجواب الاغلبية بتشتقل مشاريع قوانين بتسويها تأجل الى سنتين شو المشكلة ما في مشكلة ما ارى مشكلة ما ارى مشكلة اننا سووها من قبل طبعا انا ضد انا اذا تبيني رأيي الشخصي انا لازم الاستجواب يتم خلا سير طرتقة وكتبتها اي في مقالة ما شفتها ولا لا خل يصير استجواب خل يطلح المنصة يصعد الوزير يصعد النائب لمدة ساعتين ثلاث ساعات ينتي الاستجواب ما سير طرتقة السؤال مو انه يصير الاستجواب او الاستشكال اللي يصار انه متى موعد هذا الاستجواب البعض يقول انه يجب ان نعطي الحكومة البعض يقول انه احنا يجب ان نعطي الحكومة فرصة انها تعمل تنجز وبعد ذلك احنا ممكن نحاسبها يعني خلينا استحضر ارجعك بالذاكرة ايضا الى مقال في منتصف يناير الماضي لدكتور عبد المحسن جمال التهديد المبكر باستجواب الوزراء السلبية نفس التي كانت في المجلسين السابقين حيث تسارع النواب الى استجواب الوزراء بشكل هستيري كنت انتقد الممارسات السابقة للنواب اللي كانوا يستجوبون بكثرة لكن في مقالة في 22 فبراير ويمكن هذا اللي قبل شيء انت كنت تشير لها يرى البعض ان تقديم بعض النواب استجوارات متعددة الى بعض الوزراء كأنها عملية تصعيد الا اني لا ارى ذلك صح انا قاعد اقول لك من حق اين ابي استجوب هذا اللي احيان من هذه المشكلة طيب قدم الاستجواب مجموعة الاغلبية مو قابلة بالاستجواب تبي تعمل عمل معين ايضا من حقها انها تأجل الاستجواب طيب عمل دغمراطي معابل عمل ديمغراطي لكنك توصفته في المشكل السابق المشكل السابق وصفته بانه عمل هستيري انا قاعد اقول لك الان انا لو تقول لي عن الاستجوابات اقول لك بان المجلس السابق وصل الى مرحلة في الاستجوابات فقط لاسقاط الحكومة طيب الحين عندنا اليوم اللي قاعد يصير الان السابع معدود اربع استجوابات خطأ قاعد اقول لك خطأ بس انا قاعد اقول لك من المفروض انه خلي يقوم النائب ويستجب الوزير خلي الوزير لا يتحول الى طرح تقه وهو ش اللي يخوف الحكومة ترى ما يخوفها الاستجواب يخوفها تحول الاستجواب اذا تقدم عشر اعضاء وتحول الى طرح تقه بالوزير طيب لا يتحول الى طرح تقه ما يتحرق الى الطرح طبعا اهم ارتقوا وانا ضد هالشي انه يأجلونه طبعا الاقلبية في حوالي 27 عضو صوت مع الاستجواب فورا الاغلبية مع الحكومة ايه اللي حولته الى شهر انت قلت انا ضد انا ضد الان التأجيل الاستجواب الى سنة او سنتين وبالتالي انت تؤيد مناقشته في نفس الوقت ايه في نفس الوقت بدون طرفقة لكن تتفق مع كلام الدكتور ان هذا الفاضل الدكتور يوسر زلزلة اللي علق على هذا الموضوع وذكر ان اداة الاستجواب فقدت قيمتها الحقيقية في مراقبة ومحاسبة الحكومة حقيقة ما جرى هو تعديل على الدستور والتاريخ سيسجل تلك السابقة لهذا المجلس سابقة احدث هالمجلس بتأجيل موسابقة لا دكتور يوسف ما يخالف دكتور يوسف كوبشر مثلنا زميل وصديق وعزيز وحبيب بس هاي موسابقة بهالمجلس صارت في المجلس السابقة تأجل استجواب او استجوابين احنا ما اذكر شنهم يرجع الى المضبطة الى سنة وايامها كان استعدونه الرئيس حتى الاستجوابات تحويلها الى سرية انا اذكر استجواب القلاف لما حاول السيد القلاف حاولها استجوابه لوزير الداخلية يسبق الشيخ محمد الخالد كانت نصيحة السعدون ان اصير جلسة سرية وصارت جلسة سرية الاغلبية وافقت وطلع السيد القلاف ما قبل استجواب سرية اكو السادة عمار اكو لعب سياسية اكو اعمال سياسية تصير في المجلس تصير في الساحة السياسية هذه مشروعة مو بس في الكويت مشروعة في كل دول العالم لازم احنا نرتقي في عملنا السياسي انه نفهم بعضنا لبعض انت تلعب معي اليوم الميزانية اكبر ميزانية في العالم تقدمت فيها اوباما وحكومته الكونجرس لانه جمهوري عكس اوباما الديمقراطي صوت ضده خلل صار الان في الميزانية المالية في امريكا يعني البعض راح يقول لنا انت يعني اكثر من مرة استشهت بالتجربة الامريكية لكن في النهاية تجارب ديمقراطية في العالم هناك تطور ديمقراطي هناك احزاب هناك عملية سياسية اكثر نمج مقارنة انت بالكويت من يقول اكثر نمج ما تعتبر ان تجربة الامريكية اكثر نمج جدا الكويتية احنا انضج احنا انضج تجربة الامريكية لما يوافق الكونجرس الامريكي على مراقبة التجسس على التليفونات المواطنين هذا يعتبر هاي تراجع ايام 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 كيندي ايام اكثر نمج مو اليوم من ايام بوش الى الان من بعد 11 سبتمبر تراجعت الحريات في الوقت التحلال الامريكية خلينا نرجع احنا مرطانا الى المشهد انا اضربها كمقارنة ما اضربها كقدار خلينا نتكلم ايضا في زاوية ثانية فيما يتعلق بالمشهد المحلي في مقالة لك في يونيو 2012 تحدد بمقالاتي كله كلام لك الحراك السياسي المتواصل الذي تقوده المعارضة بدأ يتصاعد لدرجة الفلتان ولم تعد له قيادة تديرها او تحدد سقفه الاعلى لذا فان ارتفاع مطالبات بعض الشباب اصبح بلا سقف كما يقال بعض مطالبات المعارضة ثالثة طبعا مثل مثل لما يقول لي حكومة شعبية ويون نواب مخضرمين في ساحة الارادة ويناقشون قضية حكومة شعبية ويون الشباب يتبنون هذه الفكرة انا اسهل المخضرمين من النواب الاقلبية اللي الحين في بيوتكم شينو معنات حكومة شعبية بالكويت ما قل عندنا شيء يسمى حكومة شعبية بالكويت اللي ينتخب رئيس الحكومة في الكويت مو المجلس صاحب السمو يعين رئيس الحكومة والحكومة ويصبحون من يعينهم يوقع لهم اعضاء في مجلس الامة يقسمون امامه كوزراء يروحون يقسمون مع الخمسين نائب في الحكومة احنا عندنا مفهوم خاطئ لما اسأل انا تلاميذي بالجامعة كم عدد اعضاء مجلس الامة وانا اسألك رحيم بو عمار راح تجاوبي راح تجاوبي لا انا بقرب المنصة راح تجاوبي من خمسين عضو اقول لك خطأ اعضاء مجلس الامة خمسين عضو زائد الوزراء والوزراء منهم وزير نقول خمسة وستين عضو اعضاء مجلس الامة الحالي هو خمسة وستين عضو ولذلك مو خمسين عضو طيب معناته ان الحكومة يعينها الامير بدون كسب الثقة من المجلس و تصبح عضو حكومة شعبية شلون؟ يعني لازم تييب ناس منين شنو يعني شعبية؟ فهمني شنو شعبية يعني الاسرة حاكمة ما تكون من الاسرة الحاكمة حسب ما يقول؟ من يقول مش شعبية؟ الشعب مو من ضمن الاسرة الحاكمة؟ من زين؟ من اللي بيعينهم؟ مجلس الامة؟ ما يجدر يعينهم الدستور يقول لك الامير تقلب النظام السياسي والدستوري كل هذا شغلة ثانية بس ما لازم أنا أخدع أنه الشباب نعمل الخداء كلام رئيس مجلس الأمة السابق نائب الفاضل السابق أحمد السعدون أدعو من يرغب في خوض الانتخابات مستقبلاً أن يعلن أنه لن يتعامل مع أي رئيس وزراء لا يأتي من رحم الشعب الحكومة المنتخبة تأتي من رحم الشعب ومجلس الأمة وهذا ممكن وفقاً للدستور الحالي ممكن إذا وافق الأمير لازم نكمل بو عبد العزيز بو عبد العزيز أكبر واحد يفهم الكلام أن هذا الكلام غير دستوري هذا الكلام كلام غير دستوري طبعاً غير سليم لكن قاعد يقول أن هذا ممكن معناته إذا كذي المعارضة لن تدخل الانتخابات القادمة وياريت يقولها أنت لما تقول ما تبي أحد يتعاون إلا مع عكومة شعبية يا بو عبد العزيز شلون من رحم الشعب شلون الأسرة حاكمة من ضمن رحم الشعب الأمير يقدر يختار من الأسرة كما هو الآن متعارف أصبح عرف وكان أصلاً قابلها بأن الأمير يختار رئيس ولي العهد العادة أيام شيخ ساعد الله يرقمه الآن غير ما تقدر تقول بأنه لازم تنتخب شعبي شنو شعبي؟ يعني أنا أنتخب أحد أعظام السلمة؟ ماكوها الحد شيء يا جماعة الدستور واضح نصة واضح مادتها واضحة منه اللي يختار رئيس الحكومة الأمير بعد المشاورات التغليدية بالتالي أنت تعتبر بثما ما ذكرت في إحدى مقالاتك بأن المطال أبادي حكومة شعبية منتخبة نوع من المماحكة السياسية لا زلت عند رأيك لعبة سياسية ولا تؤيد أنت صاعد وأنا صاعد تؤيد شنو أيد تؤيد البعض يقول أنه في النهاية يعني الحكومة أأيد خب حكومة أو لا؟ نعم لا ما أيد لأن هذا قرار الأمير أنا ما قدر أأيد حتى له أيد وهو الأمير بعد المشاورات التغليدية اللي تصير السؤال وعبد العزيز ليش ما راح إلى الأمير في آخر مرة وقال له هالكلام؟ ليش يقول له بالصحابة؟ عندك فرصة أكبر؟ مثل ما راح جاسم الخرافي؟ مثل ما راح ناصر لمحمد كرئيس وزراء سنتفسر لش ما راح؟ ما يلعز ما هو يفسر ما أنا أفسر يعني تعاد سياسي عن الوقت ما يبقى يدخل نفسه في قضية طيب ما مؤمن فيها طيب موضوع نزول إلى الشارع أيضا من القضايا التي أحدثت جدل بعض يؤيد نزول للشارع بعض يؤيد المسيرات بعض يعارض المسيرات يؤيد ساحة الإرادة يعارض ساحة الإرادة لكن خلينا أنا هنا أرجع إلى أيضا مقالة سابقة التي كانت في 2007 تحدثت فيها عن رفضك لقانون التجمعات الحكومة ما تقدر تقعد ساكتها كلام دكتور عبد المحسن جمال لذلك لابد لها من الإعلان للعالم كلها أنها ضد حقوق الإنسان في التعبير السلمي الحر الذي أصبح شعارا عالميا استطاع الشارع السياسي في أكثر من دولة أسقط حكومات ومنها الشارع الكويتي نفسه الذي أسقط الحكومة السابقة الدستور الذي ما تقراه الحكومة يقول بكل وضوح في المادة 44 للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة إلى أنذار أو إختار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم القانون يجب أن ينظم الحرية لا أن يقيدها بمعنى أن القانون يجب أن يسمح للمواطنين بحق التجمع والتظاهر هذا الموجود عندنا بالدستور هذا الموجود بالدستور لكن البعض قاعد يقول أن هذا الكلام يخالف توجه الحكومة اليوم التي قاعدت تسويه من خلال منعها وقم حالي المسيرة لأوضح الكلام هذا بأن حق التجمع سواء في الدواوين أو غير الدواوين هذا حق يعني لازم لا أحد يجاد لك فيه حق إذا تبي تطلع إلى مسيرة أيضا حق لا أحد يجاد لك فيه في كل دول الديمقراطية بشروط قانونية يعني يعدل هذا الأمور ينظم هذا الأمور القانون القانون هو اللي ينظم أنت وين تبي تتمشي هاي في بريطانيا حسنا وينما رأسناها أيام الغزو أيام الغزو مشينا أكثر من مسيرة وسوينا أكثر من ندوة في بريطانيا أخذنا إذن قلنا لهم إحنا نبي من هالشارع إلى هالشارع في الساعة الفلانية أيونك الشرطة يحلسونك إذا طلعت عن الشارع أو طلعت عن الفترة يغبضون عليك فبتالي أنت ما عنك أي مشكلة مع المسيرات أو النزول للشارع إذا كانت وفق القانون إذا ما يطلع في المسيرات اللي يأخذون النابس سابق عبد العزيز سعدون ففي قضايا واضحة حتى حتى المعارضة الثانية عبدالراج رومي ومثلا صالح الملة ومزدوق الغانم ما يطلعون في المسيرات قيلة المنظمة المسيرات اللي ما تأخذ رخصة لما لما أنا أطلع في مسيرة ما أخذ رخصة وأروح إلى الشارع العام الدائرة السادس كذا وأوقف للسير هذا ما يصير في العالم كله ما يصير تعتبر مخالف للقانون طيب موضوع أنا مع حق التظاهر مع حق التجمع هذا من الحقوق اللي نفتخر فيها إحنا في الكويت إننا مصطرة في الدستور الكويتي موضوع قضايا المغردين الآن التي باتت حديث الشارع كما يصفها البعض أنت منذ أيام في مقال لك ذكرت أن تكرار البراءة للشباب المغرد تتطلب التريث من الجهات المعنية قبل توجيه الاتهام ليس من السهل أن يتم اتهام الشباب بتهم لم نتعود عليه نحن في الكويت وينبغ الحوار معهم حول ما يكتبونه في حساب تويتر ولا يعتمد في اتهامهم على الظن أو الفهم الناقص كثير من العبارات تعتبر حمالة أوجه تعتقد أنه صار تعسف من قبل الجهات المعنية في رفع القضايا؟ شوف أول شغلة بأن العالم صار قرية صغيرة التكنولوجيا الحديثة قامت تصير في كل مكان التغريدات أنا أدز مسج حق العالم كل الشباب العالم يتابعني معي أو ضدي احنا الآن لما اصير بعض القضايا مع الأسف الشديد من اللي قاعد يمسكها؟ اللي هو جهاز أمن الدولة جهاز أمن الدولة لازم يكون المسؤولين اللي فيه على مستوى علمي وتكنولوجي وثقافي يعرفون إش قاعد يقولونه الشباب الآن أكو لغة بالشباب أنا وأنت يمكن أنت يمكن شباب تفهمها أنا ما فهمها لما يحطون سبعة يعني ألف ما يبايع الحروف أنا لما أقول هذا الشاب يهاجم صاحب السمو على أساس من يقول؟ احنا عندنا في الكويت احترام صاحب السمو فوق العادة احنا عندنا يعتبر الوارد للجميع ما ندخل في متاهاتنا لذلك الأمر يحكم من خلال وزراءة عندك انتقاد على الوزير لما أنا أعيب مفهوم معين أقول والله السلطة ظالمة أنت إتي كأم دولة تقولي والله تقصد السلطة صاحب السمو لا ما أقصد من يقول أقصد لذلك لما يحولونهم إلى النيابة النيابة العامة أيضا لازم تكون على مستوى تكنولوجي وعلمي يفهمون ليش أحولهم على القضاء ليش ما أيبهم أستدعيهم وأحاورهم أيب أسادثة جامعة بالقانون أيبهم بالسياسة اشتبون يا شباب الآن صاحب السمو فتح المجال إن حوار مع الشباب الآن أكو لجنة في ديوان الأميري يترأسها الوزير السابق اللي هو الإبراهيم دكتور يوسو الإبراهيم قاعد يحاول الشباب ليش أحولهم إلى القضاء حولت الآن يمكن عشرين واحد الآن أقلب من أربعة عشر واحد طلع براءة تؤيد إذن كلام لما أي القاضي لما أي القاضي إذا ما عندك أنت أدلة قوية يبرؤهم وهذا اللي قاعد يصير الآن كلهم براءة تؤيد كلام النائب السابق الفاضل أحمر السعدون الذي ذكر أن الكويت لم تشهد قمعا للحريات وسجنا للناشطين مثل ما تشهدوا هذا الأيام أنا واكبت العمل الدستوري والسياسي منذ الخمسينيات حتى هذا اليوم ولم أجل انتهاكات وملاحقات سياسية مثل ما يحدث في هذه الفترة أنا أقولها لا صارت الواحد ثمانين صارت نحن بروحنا رحنا الواحد ثمانين وبالتسعينات كلها صارت بالحرب العلاقية الإيرانية رحنا بس لاك اليوم بحد ويانا إلا الله لا صارت قابلنا ومستعدنا أنا قاعد معك لأصبح أقول لك شنو اللي نظلمنا نحن فيها خلا رجع اليوم أنا أقول هذا الكلام لما يروحون المغردين إلى القضاء يخلصون من أمن الدولة يروحون النيابة العامة يحولون القضاء القضاء يبرؤهم ما معناته معناته اتهام للنيابة واتهام لأمن الدولة أنت قاعد تساون يتجبون للشباب تأذوهم باستجنونهم بعدين يطلعون براءة ما معناته معناته أن أنتوا مقاعدين تشتغلون عدل ليش أنا أتهم الشباب وليش أنا أزج باسم صاحب السمو هذول شبابنا هذول عيالنا هذول أولادنا لما يطلعون رأي أنا كأب كتربوي كأستاذ كقانوني أحاورهم أناقشهم كلهم قاعدين يقولون لك إحنا قاعدين ننتقد الحكومة مو قاعدين ننتقد غيرها فبالتالي أنا أتصور بأن الأسلوب الكويتي الفهم الكويتي إحنا يا جماعة نتحاور في كثير من القضايا ليش تتهمني بأشياء مو فيها طيب كيف يرى عبد المحسن جمال المستقبل المشهد السياسي في الكويت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المرتقب وهل الشيعة في الكويت في جيب الحكومة راح أسمع منك الجواب على المنصة بعد الفاصل خلكم اشتركوا في القناة ايجابي ايجابي بأي اتجاه اتجاه تعزيز الصوت الواحد أنا تسعة وتسعين في المية بوينت تسعة حسب الخاضات العربية أتوقع بأن المحكمة راح تحكم بأن هذا قضية سيادية لصاحب السمو يستطيع أن نعملها والمجلس بعدين يرفض المرسوم أو يقبله تسعة وتسعين في المية فاصلة تسعة معلومة ولا توقع لا توقع معلومة القضاء من يقدر مو معلومة القضاء يحكم بيوم حكما عرف إذا صار هذا الشيء استمرت الأمور أنا أصور إلى الهدوء راح حتى المعارضة المبطلة راح يعني قصر المعارضة في الخارج راح تسكت راح تخفت أصلا لأن إذا تم الحكم بدستورية راح تنقسم راح تنقسم لأن الوطنيين راح يلتزمون بالحكم أعلنوا سيد عبدالله الروم رابع أعلنوا فيمكن مجموعة راح تستمر إذا لا بالعكس إذا المحكمة الدستورية قالت والله الصوت الواحد خطأ والمرسوم خطأ يعودون إلى الأربعة أنا أصور راح تعطي قوة حق المعارضة اللي بالخارج راح تفرز يعني نواب أكثر شراسة وراح ييننا أيضا مجلس غير متعاون وتكون هذه اللعبة السياسية التي كنت تشير لها قبل قليل إيه فيصير اللعبة السياسية معكوسة قوية يعني يصير من صالح المعارضة المبطلة وفي اللعبة السياسية الأمر يعني مقبول حسن الحكام راح يلتزم يلتزم بالغرار للمحكمة الدستورية لكن البعض الآن يعني قاعد كأنك قاعد تقول الدكتور بأن إذا أقرت المحكمة الدستورية بدستورية المرسوم فما في مشكلة خلاش إذا أقرت البعض يعني يقول بالعكس يعني هي المشكلة كلام النائب السابق الفاضل خالد السلطان أحمل المحكمة الدستورية نتيجة ما سيحصل في الكويت بعد في حال تم إقرار المرسوم الضرورة النائب السابق محمد هايف المحكمة الدستورية واحد واحد محسن لا لا بنفس بنفس الإطار المحكمة الدستورية عليها نزع فتيل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها هذا حكس القسم اللي قسموا فيه إذا هم طاوءة أنت أقسمت بأن تحتمم الدستور لما فيه قرار المحكمة الدستورية حكم أو قرار المحكمة الدستورية إذا طلع لا خالد السلطان ولا ما الثاني نائب الفاضل السابق محمد هايف ولا محمد هايف يقدرون يقولون كلمة انتهى الإشكال ورحنا إلى قرار واقعي ملزم على الجميع ما يفعلون قلت لك أنا المعارضة ستنقسم قسمين القسم الأكبر سيلتزم في هذا الدستور في هذا القرار اللي بعاند قطيق راسه بالطوفة راح يعاند المحكمة البعض يقول لكن القضية شب يسوون كان قاعد تبسط العملية دكتور بعض يقول العملية أكبر لا يخرعونك لكن الدكتور الفاضل النائب السابق الدكتور حسن جوهر ذكر قبل أيام يصعب اختزال مرسوم الصوت الواحد بحكم المحكمة الدستورية لأنها قضية سياسية فلو صدر حكمها لن يحل شيئا لأننا أمام أزمة سياسية والحل يجب أن يكون سياسي كلام ما أقول خيرا شلوه كلام ما أقول خيرا يعني أنت إذا بتلجأ إلى انقلاب سياسي بتسوي لا سمح الله دكتور حسن مو قاعد يقول بس عن انقلاب قاعد يقول قاعد يقول أن أمام أزمة سياسية كبيرة يقول المعارضة راح تزعل وراح تستمر في اجتماعاتها بالدواوين وراح ترتفع ثقف صراخها داخل الصحافة والشسمة فليكن هذا من حقهم خلي اجتمعون خلي صرخون خلي عبسون مجلس لما راح يقر قوانينا راح تلتزم فيها الدولة وراح يمشي لكن الأزمة السياسية دكتور حسن يقول مرة بل يكون أزمة سياسية الآن أنت في كثير من الدول الحين عندك بلا تشبيه بلا تشبيه عشاء الله في أمريكا لا بقول إسرائيل لا بعد لا لا خلنا عن أمريكا بلا بقولك في إسرائيل الآن عندهم أزمة اتخابات صارت نتنياهو مقادر يشكل الحكومة بيستقبل أوباما مقادر يستقبل أوباما لأنه يمكن يأجل رحلته لأنه أكوأ الآن مشكلة داخل الأحزاب اللي موجودة في دولة العدو الصهيوني هذه اللعبة السياسية موجودة أنت الآن في المجلس الثاني في المجلس الثاني اللي احنا نعتبره المجلس المزور المعارضة طلعت بره أربع سنين ما قدرت تسوي شيء يهي المجلس وطلع قوانين ومش منها قانون التجمعات اللي طلعوه ومش علينا قانون التجمعات إلى أن بطلعت هالمحكمة الدستورية المعارضة تقدر تلعب لعبها خارج البرلمان بس ما تأثر هو دكتور حسن وغيره يقولك بأن الوضع السياسي متوتر فليكن طيب وأنت تعتبر الأوضع طبيعي لا مش طبيعي أقول فليكن طيب بشكل سريع جدا موضوع الحوار والمصالحة وارتفعت بعض الأصوات تنادي بالحوار والمصالحة منهم على سبيل المثال أن الدكتور أستاذ القانون التجمعات الدكتور عبيد الوسمي دعا إلى حوار وطني يضم الأسرة الحاكمة ويضم جميع الفرقاء على الساحة السياسية الحكمة تقتضي أحيانا للقبول بمعطيات إنسانية واقعية ولابد أن يكون هناك حوار وطني والأسرة الحاكمة تكون موجودة ويضم جميع الفرقاء تعتقد هذه الدعوة واقعية ممكن تجد لها وأذكرك على المنصة مع عبدالله الرومي سيد عبدالله الرومي أيضا سألته السؤال وقال قال الآن مجموعة من الشباب يتنى بعد الأحكام اللي اطلعت وشافت بأن الوضع لازم يكون هناك عفوا من صاحب السمو لأن الأغلبية المعارضة ودتهم في متاهات وصلوا بعدين إلى القضاء إن اللي قاعدين يسوونه خطأ كثير من الأشياء اللي ما يعرفونها الشباب لما يسوونها يوخرون عنهم من المعارضة اللي قاعد يصير الآن هذا الحوار اللي يبيه دكتور دكتور عبيد أو غيره هو حوار موجود على طول في الكويت وإحنا ندعو له الآن مجموعة من الشباب ومجموعة من النواب السابقين قاعدين تتكلمون مع الوفاق كثير من الحركات السياسية الآن قاعدة تستدعى في الوفاق وقاعد يصير حوار شماعة الوفاق مثلهم عبدالله مخرج وأستاذ عبدالله هارون والأخوان هذول هذول ما شاء الله على مستوى كبير إننا دائما يحاولون يقربون في وجهات النظر لكن تعتقد دعوة مثل دعوة الدكتور عبدالله بل يقول لي اللي هو محسوب على الجناحة المعارض قد تلقى صدى وقبول لا قد لا ما تلقى قبول وقد تلقى قبول بس يظل هذا عمل اجتماعي عمل اجتماعي على مستوى مو عمل مؤسساتي لكن هو قاعد يدعو لإيجاد حلول للمشكلة السياسية صح مقاطعة الانتخابات الياية إذا صار صوت واحد وثبتته أدعو إلى حوار دائم مع كل الفرقاء الكويتين خلينا نضع نقطة على هذا الموضوع ونتقل بشكل سريع إلى موضوع يتعلق بالمكون الشيعي في الكويت وتحالف هذا المكون الشيعي مع الحكومة وصول 17 نائب شيعي في البرلمان الحالي أثار مخاوف البعض منهم على سبيل البعض طبعا أثارت مخاوفه البعض تحدث بشكل أثار نوع من اللغة أيضا النائب السابق الفاضل عبدالله النائباري كتب في 4 ديسمبر مقالة إقبال الطائفة الشيعية على المشاركة أكثر من السنية المكون الشيعي الذي يقدر 20% من الناخبين يكون نصف الأربعين المشاركين ونسبة السنة المشاركين هو 20% الباقية و80% من السنة مقاطعون هل من المناسب أن يتصرف النواب من أبناء الشيعة ككتلة طائفية والتنسيق حول تشكيل الوزارة وحجم الحصة الطائفية هذه المقالة تحديدا اللي هو قاعد يستعمل فيها أرقام وواقع كما هو يرى أثارت نوع من النغط في الجانب الشيعي وتحديدا الدكتور عبد المحسن جمال رد على النائب السابق عبدالله النباري ليش رد ليش العملية استدعت أنك ترد عليه حين هو مجرد قاعد حسب ما هو يرى قاعد يأكس واقع طبعا ما قالتها هو الرد ورد أيضا حسن المسوي دكتور أستاذ حسن المسوي أيضا رد حسن مصطفى المسوي خلي حيننا وهو رد عليكم أثنينكم بعد ايه خلانا أتكلم خلأ أتكلم بموضوع آخر أول شغلة بأننا إحنا في الكويت من الخطأ أن نطرح سنوشي فيها ليش العدد اللي الآن اتفاجأوا فيه المواطنين هو له رأيين أكورا يقول هذا العدد الطبيعي أن الشيعة يطلعون لو يصير انتخابات صحيحة سليمة بالصوت الواحد راح يطلعون هذا لأن عددهم 30% من الشعب الكويت وبعضهم يقول أكثر 35% لأن الآن أكو توجه حتى في القبائل أكونا شيعة أكو توجه أن السن يصير شيعي الشيعي يصير سني مع الأيام فقضية السنة وشيعة مو مطروحة لا في الدستور لا في القانون نحن ما ننتمي إلى هوية أكو بعض الدول يقولوا لك أنت شنو مذهدك ما كان واقع هو قاعد يعكس واقع الشغلة الثانية ليش تغلح هذا الرقم بسبب ابتعاد مجموعة شبيرة من المرشحين معارضة على الانتخابات أفرزت هذا الرقم هذا الرقم راح يتكرر أو لا شغلة ثانية الشغلة الثانية إن الشيعي والسني لما يوصلون إلى مجلس الأمة يشتغلون كشيعة وسنة ما يشتغلون كشيعة وسنة أنا أعطيك مثال اللي أهو لما في مجلس 81 لما ياننا قانون لأحوال الشخصية كان أربع شيعة موجودين في مجلس الأمة وصار نقاش اللي هو المحكمة الجعفرية تحكم بالمذهب الجعفري في الأحوال الشخصية الأغلبية السنية أربع شيعة صار بالإجمع ما عندنا في الكويت إحنا هذا النفس هذا النفس مع الأسف الشديد قاعد ينولد بطريقة غير صحيحة لازم ما نزيد فيها كتفد كلام نائب السابق الفاضي عبدالله نيباري زاد من هذا النفس السنة لا ردينا عليه وانتهى الموضوع لا هو لك الرد هو بعدين لا يخالب بس سكتنا عن الرد لأن فيه نوع من أنواع الأخذ والعاطمات نحن تقرأ ما بين الصوت وما بيش أقول فأنا كتفيت بالرد فقضية بأن يا جماعة بأن إحنا شيعة وسنة وكذا هذه ما قضية مطروحة في الكويت طيب طيب شه تعلق على كلام وبالتالي خلأ أقول لك سهل عمار ترى الشيعة السبعة عشر مو رأي واحد مو كتلة واحدة مو تكتل واحد بالعكس أكو أحيانا تصويتات راجعة تصويتات القليلة اللي صارت أكو سنة وشيعي يصوتون في جانب وسنة وشيعي يصوتون في جانب آخر أنت مجموعة من النواب يمكن ما يعطون الشيعي إذا رشح نفسه في مكان فالقضية ما هي قضية سنة وشيعي قليلني أستحضر أنا مقطع أيضا من كلام أن الدكتور الكاتب صحبي دكتور صلاح الفضلي في ديسمبر 2012 الشارع الشيعي يشعر بالصدمة للإحباط من تعامل الحكومة حين استغنت عن فاضل صفر وحجبت أصواتها عن سيد عدنان عبدالصمر في انتخابات نائب الرئيس لولا المشاركة القوية للشيعة في الانتخابات لما وصلت نسبة المشاركة إلى أكثر من 25% وعندها كانت فضيحة السلطة سوف تكون بجلاجل أصبح الكثير من الشيعة يطرحون السؤال لماذا شاركنا في الانتخابات وإل هي حكومة تستحق النقث معها تمسك الشيعة بالتحارف مع السلطة لعلاتها الكثيرة وضعهم لبيضهم كله في سلة الحكومة خطأ سياسي فادح هذا الكلام ما خطأ خطأ طبعا أنا مو مع هالكلام لو أهو سلفي يقول نفس الكلام على علي العمير الحكومة صوتت على الراشد ضد علي العمير يومينا إلى نائب الرئيس صار سني وشيعي ما عايي ديمغراطية لكن هو قاعد ينقل حسب ما هو يرى هو يرقب عنه نحن 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 أيها الأول وال الثاني وال السادس ولا بعد ما بنو مااكو شيء اسمه شارع شيعي أكو شيء اسمه لحمة وطنية أكو راي شيعي يخطلكون مبيني شيعي لكن أكو شيء اسمه واقعع بالبعض يعني يقول نا إنت دراجور قاعد تتكلم فالجانب الإيجابي يعني الجانب الغير واقع وعزيز إنت كويتي شيعي وأنا كويتي شيعي الشيع على قلب واحد في الكويت إنت سني وأنا سني السن على قلب واحد في الكويت أنت بس تمشي مع المدل اللي قاعد يصير ما يصير أنت لازم محلل أنت على مستوى لازم تشوف تطرح الغضية سيد عدنان عبدالسلمت فيه احتمال كبير حسب الدراسة أنه يمكن أصوات الشيعة يسقطوا فيه احتمال أو لا ما فيه احتمال شلون تفرز بأن كل شيء يعطى سيد عدنان كل سنة ما يعطى لكن هو قاعد يتحدث عن سخط في الشارع الشيع حسب هو يرى موجود تجاه الحكومة خلينا أستهضر أعطي مثال ثاني عشان ليكون فقط المثال من دكتور صلاح الفضلي سلام من دكتور النائب السابق الدكتور حسن جوهر أيضا في ديسمبر قبل أشهر معدودة قلناها في أكثر من مناسبة أن الرهان على الحكومة ما يوكل خبز وخاصة مع الشيعة حيث تعتبرهم الحكومة دائما في الجيب وعلى الشيعة بالذات أن يتجاوزوا الهاجز النفسي بأنهم دائما يجب أن يكونوا في صف الحكومة وإلا صنفوا بعدم الولاء واللاوطنية والتخوين قضية نفسية أنا أسأل حسن حين هو شروع نصنف ومو مع الحكومة هذا كلام محوظ خيرا يا بعد شبدي أنا أقول لك أكثر من مرة بأننا إحنا لما نتعامل مع الغضايا داخل مجلس الأمة إذا بتتعامل سنة وشيعة لا طبنة ولا غد الشر إذا بتتعامل عمل وطني مثل ما كان في مجالس الأمة الأولى مثل ما كان في مجلس واحد وثمانين مثل ما كان في مجلس نينة وتسعين على العين والرأس أنت الآن لما تقول لي ماكوا الشي سمونا التحالف ما عندهم ما عندهم وزير اللي هو دكتور فاضل صفر عدل كلام دكتور صلاح البضلي أوكي صلاح البضلي منو من الحركات السياسية الشيعية عنده وزير ولا واحد الحركات السياسية الشيعية الآن غير موزرة في الحكومة اثنين وزراء الشيع مستقلين شدخل التحالف غير التحالف ما في ولا تحرك سياسي ولا حركة سياسية موجودة يا جماعة احنا لما نقول بأن الشيعة الضايقة وما الضايقة وهذا هاجس نفسي هذا هاجس يعيشون بعض المستضعفين بين قوسين بعض اللي يشوفون بأن هذا الكلام قد يدغدق العواطف الشعبية هذا الكلام ما هذا الآن في قرن الواحد قاعد يقول دكتور حسن هو هاجس نفسي قاعد يعيشون الشيعة الشيعة لازم احنا نرفع ولذلك هو قاعد يقول يعني هما يميلون إلى صف الحكومة والصفر أول شيء هذول أخوين الأخوين صالح الفضلي ودكتور حسن ما احترام لهم ما يمثلون الشارع الشيعي كله أكو شارع شيعي أيضا متقدم متطور متفهم للأوضاع اللي قاعدة تصير في العالم العربي كله للأوضاع الاقليمية للأوضاع الدولية الكويت ترى جزء من هذه الأوضاع اللي قاعدة تصير تشكيل الحكومة له رؤية سياسية معينة لازم الواحد يدرسها تشكيل حتى مناصب مجلس الأمة تشكيل حكومة الحالية ل algae حكومة في العالم لا تشكيل حكومة الحالية بالكويت تراها يعني أخذت بعين الاعتبار طبعا تاخذ بعين الاعتبار لا لم يتأخذ بعين الاعتبار إذا ما أخذت بعين الاعتبار هنا يصير الخلل السياسي اللي لازم ندرسه ما أدرسه لأيش ما أخذوها الشيعي وها السني أنا أدرسه بأن هذه الحكومة اللي شكلت هذه المجالس الأمة لما المناصب اللي صير سواء الرئيس سواء نائب الرئيس سواء مكاتب النجل سواء اللجان الصير وفقا للقضايا الدستورية السليمة العلمية السليمة ولا لا إذا برجع أبو عزيز إلى الشارع وأقول بأن أنا بعيش العقلية الشيعية وذاك العقلية السلفية وذاك العقلية الإصلاحية بعدين ما رح تتطور البلد طيب لكن أنت ما تحس أن هناك ممارسات غير دستورية تقوم فيها الحكومة أو السلطة قاعدة تشعر سواء على الشيعة أنهم مظلومين على القبائل أنهم مظلومين رحم الله والديك على القبائل موجودة على السنة موجودين على الفئات التجار ساعات أحيانا يضررون موجودين لكن أنت قاعد تلمس ما ألمس أنا قاعد أقول خدمة حدة الصحط قاعدة تزيد أكثر في الشارع الشيعي قد تكون في الشارع القبلي على المجلس الحالي المجلس الحالي أنا عكس الأخوين المجلس الحالي حماد يرمينوا يمثل الشارع الشيعي بس الشارع الشيعي أنه مرتاح من هذه النسبة اللي طلعت ليش ليش ما ديش بالعكس عندك أحصائية؟ مرتاح مرتاح أنت تقول أنا قاعد ألا أطرح أقول في احتمال شديد في احتمال شديد لكن قد يكون أيضا هناك احتمال حسب ما ذكروا أنه هناك أحباط من عدم موجود يعني طموحهم يعني النواب اللي موجودين حاليا ما لبوا طموحهم بس بس ما عندنا دراسة علمية طيب بشكل سريع جدا قبل ما أطلع على الفاصل الوزير السابق الدكتور سعد بن طفلة كتب مقالة تحدث ما يجري هو انقلاب ثالث على الدستور تمارسه السلطة محتمية وراء السلطة القضائية وتحيط السلطة نفسها بثلاث فئات الجاهل واللص والمحتال زائد لصوص الوطنجية زائد الشيعة السياسية قرروا أن الانحياز للسلطة يتحدث عن الشيعة والدفاع عنها والتحالف معها هو الأسلم لهم لتحقيق مكاسب للطائف هذا مو كلام سعد عرفه زينا دكتور سعد هذا كلام عاطفي أول شيء لازم ما يتكلم باسم شيعة وسمة وسعد من الناس الوطنيين اللي ما عنده هذا البعد الطائفي بس أنا قاعد أشوفه حتى في الفترة الأخيرة يمكن رديت عليه حتى في مقالة من المقالات اللي ربط الشيعة دول خارج فهذا احنا يا أخوان لما تطرح القضايا انت في بلد انت في بلد في محيط كله المحيط العربي المحيط الإقليمي متوتر المحيط العالمي الآن أصبح متوتر نرجع إلى عقليات ضيقة ونقول أنا سني وهذا شيع أبي الشيع يكسبون أبي السن يكسبون إذا مجموعة تكسب مقابل الوطن أنت تقبل ليش تقبل أنت لازم تنهض بالوطن كله أنا لازم أخفف من الطائفية اللي موجودة هنا أخفف من القبلية اللي موجودة هنا إذا مد الآخر يده ليقتلني ما أنا بباسطة إليه يقتلني لازم نوصل لهالمفهوم القرآني هالمفهوم الإسلامي وجعلناكم شعوباً وقبائل متفرقين يعني ليش لتعارفوا طيب طبقوا هذا الشيء وهذا قد يكون هناك مو قاعد يطبق الألم اللي موجود في قلب الإمام علي عليه السلام في قلب الحسن في قلب الحسين مو هذول أمة الشيعة اعكسوها على الواقع العالي أمة المسلمين بشكل عام خلونا نتآلف مو نتناهر إذا أنا بمشي مع هالمشي معناته أنا بطرح سلبياتي وهو سلبياته ما راح نتفق لأمداء بالإيجابيات كيف يرى الدكتور عبد المحسن جمال مستقبل وضع الربيع وضع المنطقة بعد مرور عامين على الربيع العربي وإلى أين وصلت جهود المصالحة الكويتية في الأزمة البحرينية أسمع أنك الجواب على المرصة بعد الفاصل خلكم معنا هياكم الله وشكرا دكتور عبد المحسن جمال في هذا الفاصل الأخير ودنا نطلع من الجانب المحلي ونتكلم أكثر عن المشهد الأقليمي سواء الخليجي أو العربي أنت عضو في الهيئة الاستشارية لدولة نجلس التعاون الخليجي كيف ترى وضع الديمقراطية في منطقة دول الخليج شوف أتصور بأن طبعا الديمقراطية في دول الخليج تختلف عن الديمقراطيات اللي يابها جان جاك رسو وجان روك أو مثلا خنقول منتكيو هنا مؤدلجة هنا متغيرة يعني الوضع مثلا والديمقراطية في العالم كلها ما في دمقراطية شبيهة بالديمقراطية الأخرى نحن عندنا الآن في الكويت مجلس منتخب يقرر ويعمل ما يريد من قوانين في البحرين عندنا نفس الشيء في المملكة العربية السعودية في الإمارات في قطر عندهم مجال الشورى في عمان مجلس وسط بين الشورى وبين المنتخب الآن يمكن أصبح منتخب فبالتالي هذا الحراك قاعد ينمو يعني أمس في المملكة العربية السعودية الملك المملكة العربية السعودية عين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى هذا الرقم مموجود في أي دولة خليجية ويمكن حتى مموجود في بعض الدول الأخرى هذا نوع من أنواع التطور طبعا لقى معارضة كبيرة من كثير من السعوديين من المواطنين السعوديين اللي يرون بأن المرأة لازم ما تتخلد مناصب في المجالس الشورى العمل الشوروي العمل البرلماني اللي قاعد يصير ترجمة الله يرحمك يا شيخ يابر بأن أراد أن يكون هناك مجلس التعاون الخليجي وشيخ صباح قام فيه وتجاوب مع قادة مجلس التعاون صار عندنا مجلس التعاون الخليجي في سنة واحد وثمانين هذا المجلس ينص أنه لازم تكمل إلى الكون فدرالية قبل لا يصير أيضا شيخ يابر يرحمه اقترح بأنه لازم تكون هناك دور شعبي في هذا المجلس اللي هو اقترح الهيئة الشعبية الاستشارية لقادة مجلس التعاون إحنا هنا ما نقدر نسبق الأوضاع ونقول نبي الآن مجالس منتخبة 100% الآن قطر قاعد ينتجهون إلى مجالس منتخبة تقول ما تبي تسبق لكن البعض يقولون أن هناك واقع الآن الربيع العربي قاعد يسعى إلى أنه يسرع من وتيرة الديموقراطية كلامك صحيح مع الأسف الشديد الربيع العربي الآن أخلق لأنه توتر في مصر وإحنا يعيينك اليوم حرق كثير من الأماكن وقتل في مصر في تونس حتى الآن حكم طوارع موجود في تونس الآن معناتنا في ربيع عربي وقاعد يمدد شهر وراء شهر بقى شوية راح تكلم عن الربيع العربي لكن يعني كانت قاعد تستحضر بعض الأمثلة السلبية في الربيع العربي وكانت قاعد تعفي دول المنطقة من أي تطور ديمقراطي لا بالعكس أنا أدعو إلى التطور الديمقراطي أدعو إلى وجود دستور في كل دولة أدعو إلى وجود حقوق إنسان أدعو إلى وجود ديمقراطية حقيقية فاعلة أدعو إلى دور مجالس شعبية منتخبة هذا اللي قاعد الآن يصير هذا يصير إما في قفزة أو في تدرج اللي قاعد اللي صار في بعض الدول العربية في قفزة هذه القفزة دخلت إلى الضرام حتى الآن إن شاء ما مصر سلبية بس سوء حتى الآن سلبية لكن أنت ترى أن ما يحدث في دول منطقة الخليج أنا اللي أتمنى في دول منطقة الخليج يكون هناك بالتدرج طيب تتفق مع رأي دكتور شفيق الغبر كان ضيفنا على المنصة قبل عدة أسابيع وذكر بأن الخليج بجميع دول المنطقة يتجه خلال أقل من 15 عام نحو الملكية الدستورية لا لا أتجه 15 عام لا يكون شيء بالنسبة لعمر الشعوب الآن الخليج جاعد ما راح يتجه نحو الملكية الدستورية بالأساس ولا ما راح يتجه نحو الملكية الدستورية خلال 15 سنة خلال 15 سنة ما راح يصيره بالأساس هذا يعتمد على شعب المنطقة ما تقدر أنت تخلق لطريق تقول لحق شعوب الخليج تعالى أمشي بهذا الطريق أنت ما تقدر تخلق لكن البعض يقول هناك أصوات بدأت تتعالى الآن السقف بدأ يرتفع في الكويت في السعودية في البحرين في قطار في الإمارات لا ترى ماكوة الآن السقف المرتفع في الكويت خلال الدستور السقف المرتفع في البحرين خلال الدستور السقف المرتفع في أي منطق من مناطق الخليج خلال القوانين والمجالس الموجودة لا نسبق الأحداث نحن نتصور بأن ما يحدث في العالم العربي راح ينعكس على الخليج نحن نتصور منطقة الخليج الخليج جزء من المنطقة ما يفترض أنه يتأثر بما يجري بس لا سمح الله إذا الواحد في جسمه اتعورت إيده وريله لازم إيده الثاني بتتعور مو شرط الآن اللي قاعد يحدث في العالم العربي ترى قاعدين يشاهدون دول الخليج وقاعدين يتابعون دول الخليج شعوب الخليج قاعدين نشوف في سلبيات في أماكن في إيجابيات في أماكن إحنا المفترض كخليجيين ناخذ الإيجابيات نترك السلبيات احنا عندنا كثير من الأمور سابقينهم يعني الآن لما تقول الربيع العربي يبون دستير حتى الآن في مصر ما سوى الدستور عندنا احنا في الكويت بالواحد والستين موجود في الكويت قد تكون تجربة مختلفة عن بقية الدول المنطقة بيخالف طيح فأنت معاهم الآن في لحمة اسمها مجلس التعاون الخليجي طيح اخذوا أعط معاهم طيح خلينا نفتح بشكل سريع جدا موضوع الملف البحريني جهود الكويت كان لها دور في مصالحة بين فرقاء المشهد البحريني سواء المعارضة أو السلطة هذه الجهود إذا كان عندك أي اطلاع عليها إلى أين وصلت شنو مستقبلها يعني أول شغلة بأنه مو بس الكويت أغلب دول الخليج الآن قاعدة تتعامل مع المشهد البحريني كمشهد خليجي ما عاد مشهد خاص طبعا دعوة الآن ملك البحرين اللي هو دعوة إلى الحوار ها يمكن الدعوة الثانية الآن الصير الإيجابية اللي فيها إن الجمعيات السياسية تجاوبت مع هذا الحوار ما كنت في البحرين الآن من يومين اجتماع الهيئة الشعبية الهيئة الشعبية اللي شنو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاوم الخليجي الشعبية اللي نمثلها لأنه إحنا في كل سنة نجتمع في اللي يكونون الرئاسة الرئاسة الآن للبحرين طبعا فبالتالي هناك نجتمع اللي قاعد يصير إنه أكو حوار قاعد يصير أكو أرضية لهالحوار يعتمدوا على تغرير بسيوني اللي الآن صار في كثير من القضايا الإيجابية سواء للمتظاهرين للشعب وأيضا للسلطة أكو عندهم سقف الثاني الدستور البحريني اللي هو تقريبا شبيه بالدستور الكويتي أكو التاريخ المشترك بين الحكومة والمجالس في المجالس السابقة المعارضة الحالية الآن اللي هي خارج البرلمان كانت في السابق في البرلمان وعندهم تجارب إيجابية تصعيد الصراع بالطريقة اللي نشوفها في الربيع العربي مو من صالح لا أهل البحرين ولا حكومة البحرين ولا الشعب الخليجي الآن المساعي الحميدة اللي قاعد تدفع الجميع إن هذا يا جماعة الحوار استمروا فيه هذا السؤالي هل هناك مساعي بالفعل البعض يقول أنه لا توجد هناك مساعي لأن الأمور قاعد تصل إلى طريق نزدود ولا يوجد هناك رغبة لأي تدخلات تسعى لتقريب وجهات النظر المساعي اللي قاعد أقصدها مساعي شعب البحرين مع حكومة البحرين ما فيه تدخلات حتى خارجية الآن اللي قاعد يصير حوار أهل البحرين على ثقافة شبيرة الحكومة لكن هناك تخوف هناك تخوف هناك عدم ثقة من جدية موجود التخوف سواء عند الحكومة أو عند المعارضة هناك تخوف من الطرفين في أي عمل سياسي موجود الآن في اتهامات لأطراف مثلاً معارضة بارتباطات خارجية أو مثلاً يتهمونهم باكتشاف يعني أمور تخريبية في المقابل مثلاً معارضة أيضاً تتهم الحكومة بعدم تطبيق حقوق الإنسان بالسجون وكذا هذا كل الحوار اللي راح يصير إحنا المفروض أننا نتحامل فيه إيجابياً بش نوصل معاكم تعالوا يا حكومة تعالوا يا شعب اشتبون توصلون له لا سمح الله توصلون إلى طريق مسدود هذا ما أحد يبيه إنه بنوصل إلى طريق إيجابي بدل الحوار خليكون داخل الحوار الألم اللي قاعد يصير في البحرين ترى نشعر فيه كل الخليجيين الألم اللي قاعد يصير فيه في أي منطقة خليجية نشعر فيه كل البحرين وصف ما يجري من حراك في البحرين بأنه حراك طائفي كيف تقرأه؟ لا لا المعارضة تطرحها بشكل طائفي لأن الجمعيات السياسية صحة المعارضة ما تطرحها قد يكون السلطة قاعد تطرحها هناك أقلبية أهل البحرين من المذهب الشيعي هذا واضح ولذلك الحراك أغلبي تشيعية ولكن الجمعيات السياسية أيضا مطروحة موجودة في السنية قصدي موجودة في الحوار فبالتالي أنا أتصور بأنه خلونا نستمر في هذا الحوار لأنه ما في طريق آخر المعارضة الآن تدعو إلى الحوار المعارضة الآن راحت إلى موسكو والآن هذا بين قوسين يعني موسكو أصبحت الآن أقلب المعارضة العربية تروح هناك هذا أيضا شيء مستجد على الساحة الدولية وبالتالي يعني المعارضة قاعدة تطلع وقاعدة تدخل وتروح وإتي وتحاور فاللي نأمله أن أهل البحرين أهل طيبين أهلنا الطيبين أهلنا الإيجابيين المفروض أن ينتهون من هذا الحراك الشرس اللي ما نبيه إلى الحوار وإن شاء الله بإذن الله ينجحون طيب هذا فيما يتعلق بالمشهد البحريني هناك أيضا مشهد آخر يتبط بدول المنطقة وهو موضوع يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هناك اتهامات من قبل السلطة لجماعة الإخوان المسلمين تحديدا لبعض الناشطين في البحرين بالسعي لإحداث قلاق المشاكل الإمارات نعم مشاكل في الإمارات ولا قضية من عشرات المعتقلين الآن كيف ترى هذه الهواجز أو هذه القضايا فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين وتحركهم تحديدا في منطقة اللي أرى بأن هذه الاتهامات ساعة تصير بين الحكومات والحركات السياسية صارت في الكويت عندنا صارت في الثمانينات صارت في العمان في فترة معينة صارت في الإجمارات اللي قاعد يصير بأنه أنت عندك قانون هذا القانون عندك محاكمة لازم تصير من ثلاث مراتب الأولى والاستئناك والتمييز هذا الخلاف في الرأي أو الاتهام المتبادل مثلا الحكومات تتهم شعوب بشيء معين الشعوب تتهم الحكومات بنقص معين هذا خل يكون حلة وفقا للقانون عندنا إحنا المحاكم عندنا حقوق الإنسان عندنا لازم يكون عند الطرف المتهم محامي وبعد ذلك تعرض على القضاء لازم يكون القضاء النزيح وهو نهاية الحل عندنا في كل ساتير العالم المتهم بريء حتى تثبت إدانته مدام الآن وهو في طور الاتهام فهو بريء إلى أن لا سمح الله تثبت براءته أو تثبت إدانته ففي القضية سواء في الإمارات أو غيرها ما زالوا حتى الآن هذه هناك اتهمات إن شاء الله هذه الاتهمات توصل إلى أيضا براءة للأطراف المتهمة ونرجع مرة ثانية إلى الطبيعة الخليجية المتحبة المتعالفة خلينا نبتعد شوية عن دول المجلس تعاون أكثر على الربيع العربي قبل شوية كنت تحدثت وأشرت في سياق كلامك إلى الربيع العربي قبل أيام كانت لك مقالة ربيع أمة العرب أو أمة العرب ذكرت فيه يختلف عن ربيع البشر كلهم فالربيع وقت للمحبة والاحتفال والتنزه فإذا بربيع العرب موسم لمزيد من الفرقة والاختلاف والقتل والدماء كانت أمة العرب قبل ربيعها متحدة في مواجهة الدكتاتور الذي يقتل بعض الناس وحين جاء ربيع العرب اختلت الناس ويمن بينهم ليقتل الناس الناس الربيع العربي سلبي إيجابي يقتلون بعض يعني يشوف تحرك حكم الدكتاتورية في السابق كان أفضل تحرك الشعوب أمر مطلوب يكون التحرك شعبي حر بدون تدخل خارجي أمر مطلوب اللي صار مع الأسف الشديد الآن اللي يشوف المشهد العربي ويشوف مثلا ما يحدث في تونس وليبيا وسوريا واليمن اللي قاعد يصير هذا يتأذى والعراق هنضيفها اللي قاعد يصير بأنه لما إيك العربي يقتل أخوه العربي لما إيك المسلم يقتل أخوه المسلم وين يقتله؟ يقتله في دور العبادة يقتله في المسجد حتى كان الموضوع قبل ربيع العربي حتى الآن مستمر ما يخالف بس أنا لما أي إلى الربيع العربي يعني نحن في مصر لما صارتها اليوم حاكمين على 21 بالأعدام بأحداث رياضية هذا ما كانت أيام قبل الربيع العربي هاي صارت بعد الربيع العربي الآن لما تحرق كثير من المقار المقار الرياضية المقار الاجتماعية المقار السياسية هاي ما كان عندنا إحنا قبل الآن لما يحدث هذا الصراع القوي اللي قاعد يصير في سوريا وتدخل تدخل تدخلات خارجية وفي اليمن الآن في محاولة تقسيم في السودان الآن أصبح تقسيم الآن قاعد يقولون حتى في مصر وفي الدول الثانية الآن سايس بيكل يديدة في احتمال الشرق أوسط جديد قاعد يرسم هذا ما يسمى الربيع عربي الربيع العربي نحو الديمغراطية زيادة حريات تدري الدستور الكويتي قد تحتاج العملية بعض من الوقت قبل بعض من الوقت أخرب ديرتي وأقسم السودان إلى سودانين وبعدين أقول تعال لا اللي قاعد يصير هل أعطيك مثال بالدستور الكويتي الدستور الكويتي تنبأ بهذا الشيء وقال بأن إذا في تعديل لقوانين الحريات فإلى مزيد من الحريات قاعد يتنبأ بأن الزمن لما أي أكو تقارب راح يصير بين الشعوب بين العالم إلى مزيد من الحريات اللي قاعد يصير الآن بأن مشكلتنا إحنا كعرب ما تحل إلا عن طريق موسكو أو عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أليس من المخجل أن ما يحدث الآن في البلاد العربية ننطر اجتماع الرئيسين أوباما وبوتين في شهر تسعة بعد شب شهر في شهر تسعة عشان يحلوا لنا المشكلة العربية وين العقول العربية وين المفكرين العرب وين المثقفين العرب خليني هنا أنا أرجعك أيضا إلى أحدى مقالاتك يعني واضحنا هناك نبرة قد تبدو للمشاهد سلبية من خلال تقييمك للثورات العربية الآن ده أنا قلت لك تحرك الشعوب أمر مطلوب طيب لكن الممارسات تراها أنت سلبية في إحدى مقالاتك في سبتمبر 2011 في عز الثورات العربية ذكرت من تابع الحراك العربي في مصر يلاحظ أن الشباب المصريين بعيدون عن التعصب الديني الشباب المتدينين سواء الإسلاميون أو المسيحيون يقفون جنب إلى نجنب في الدفاع عن ثورتهم تبني ثوار ليبيا قضية السيد موسى الصدر وجعلها أحدى أولوياتهم إشارة إيجابية فتحية أكبر وإعزاز لهم هذه النظرة الإيجابية في سبتمبر 2011 هاي وجه العملة الآخر يعني أنا لما أي مثلا في ساحة التحرير في مصر وأشوف يوم اليمع يصلون المسلمين ويوم الأحد يصلون المسيحيين وكلهم مع بعضهم في ذاك اليوم أرتاح لما أي مثلا أشوف خيم محطوطة في مصر خيم خضرة يقولون هذا الشيعة المصريين والخيمة الأخرى ومع بعضهم البعض هذه ناحية إيجابية نزيل لما تمر سنة وسنتين وأسمع الحراك الطائف اللي قاعد يصير في زيارة الرئيس النجاد وسمعت إشصار من علماء الأزهر وطرح قضية شيعة وسنة وكذا هذا لا أحد يتألم أكو جانب إيجابي هذا لا علاقة في رضيع العربي؟ هذا معناتا أن الشباب المصري أو الشباب العربي لما يكون بمعزل عن السابقين عن الأكبار يصلي اليمعة ويصلي بالكنيسة مع بعضهم البعض لما أني إلى العقليات القديمة تشوف بأن يطرحون هذه المتناقضات الشباب المتحركة الآن على الساحة العربية ما عندها الهواجس اللي عشناها إحنا في السابق خلوهم يتحررون الآن الفيسبوك والتويتر وكذا قرب بين هؤلاء الشباب الآن لما أنت تحادث واحد بالفيسبوك والتويتر ما تدري هذا منه؟ هذا شيعي هذا سني هذا مسيحي هذا مسلم هذا كذا ما تدري قد يكون هذا الجانب الإيجابي اللي ينظر للكتابة حسن جبال البعض قاعد يرى أن هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي عززت بالكرسة من الطائفية من نبذ الآخر من يعني هذا الجانب السلبي من ارتفاع ثقافة العنف اللفظي على الأقل بو عزيز أستاذ عمار كل قضية فيها سلبية وفيها إيجابية الستشين تقدر تقص فيها الفواكه وتقدر تربح فيها النوايا هي اللي تتغير أنا أتصور بأن حراك سياسي حراك شعبي حراك عربي فيها جوانب فيه جوانب إيجابية وسلبية كلامك هلونا نتعامل مع الجوانب الإيجابية وننبذ الجوانب السلبية استشرافك للمستقبل وهذا كلام ذكرت أنت أيضا في إحدى مقالاتك القادم من الأيام سيثبت أن الشعب العربي لديه طموحاتها الخاصة التي سيعمل على تحقيقها لتحقيق ما يحلم به من أنظمة حكم رشيدة تقوده إلى مزيد من الحرية والرفاهية أنا اللي أختم تفاء الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكن أحدكم إمعه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأسأت ولكن وطدوا أنفسكم معنى الحديث إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم أقول للشباب يا شباب يا عربي إذا موجودين إيجابيات هذه الإيجابيات خذوها لا تقولون الناس لا أقولوا الله سبحانت عشبي إذا فيه سلبيات تركوه أنا وصلت إلى ختام هذه الحلقة معاك دكتور عبد المحسن جمال كلمة بدقيقة توجهها لمشاهدين برنامج المناصر والله أول شيء أشكرك على هذه الاستضافة وأتمنى إن شاء الله لبرنامجك المزيد من النجاح وأنا للشرف أن أكون معاك في هذه الأمسية شرفنا يا ركتور أشكر أيضا الأخوة المشاهدين اللي شرفونا بالاستماع إلى هذه الندوة سواء الآن مباشرة أو بتويتر وأتمنى إن شاء الله بأن الحراك سواء في الساحة الكويتية أو الساحة القليجية أو الساحة العربية يكون هناك حراك فيه إيجابيات وليست فيه سلبيات فيه حوار بالمنطق والحوار وليس حوار بالقتل لا سمح الله وبالعنت طيب كل الشكر لك دكتور عبد المحسن وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين يعني إن شاء الله نكون أهم شيء ما ضايقناك في الأسئلة وكنا أخطاف عليك على أمل أن نلتقي معاك إن شاء الله مستقبلا في حلقات قادمة عبر برنابل الأنصر كل شكر لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليج الدكتور الناب السابق دكتور عبد المحسن جمال شكر موصول لكم وشاهد الكرام معادي معاكم يوم السبت القادم الساعة عشر شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة